في الفقرة النقاشية لمشاهدين الأكارم سنناقش موضوع أزمة النفايات في محافظة تعز وخطر التلوث البيئي وخرجت مؤخرا احتجاجات غاضبة من قبل المواطنين في محافظة تعز مطالبة بتحسين الخدمات العامة في المحافظة ومن بينها خدمة النظافة وهي مشكلة قديمة جديدة يعاني منها الناس في تعز صدف يوم أمس الخامس من يونيو اليوم العالمي للبيئة في الوقت الذي تشهد فيها المحافظة تكدس للنفايات في أغلب شوارعها فإنما تتجه عينك صدائيا من أحياء محافظة تعز وأزقتها لا ترى سواء كوام القمامة والنفايات وهو مؤشر يحمل معه خطر انتشار العديد من الأمراض والأوبئة والحميات في المدينة كحم الظنك والملاريا وغيرها إضافة إلى الصورة غير الحضارية التي تنقلها عن هذه المدينة وأيضا أحيائها مما يفاكم من خطورة الوضع وحتى سيول أنطار السيف الغزيرة التي تسهم إلى حد كبير في نشر هذه النفايات وإنبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض فأين مشروع النظافة والتحسين بما يحدث في تعز للإجابة على هذا التساؤل والكثير أيضا من التساؤلات سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز صادق الطوير مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة صباح الخيرات عليك سيد صادق أسعد الله صباحكم بالخير والآفية أهلا وسهلا فيك طيب يعني في البداية سيد صادق اسمح لي يعني لماذا لا تلتفت السلطة المحلية لهذه المشكلة وتعيرها الاهتمام أعتقد أن السلطة المحلية الآن أصبحت يعني مستوعبة الوضع ومدركة بأن نعم سامعك يعني مدركة بأن خطورة الوضع وأن النظافة لا أهميتها ويجب أن يعني تركز أكثر وأكثر على لهذا الجانب المشكلة في محافظة تعز رغم الحصار الذي نعانيه أيضا يعاني عمال النظافة من تأخير مرتباتهم لفترة طويلة سامعني ولا نعم نعم ما أكسر المشكلة وما فيها طبعا رغم الحصار الذي تعانيه محافظة تعز أصبح عمال المحافظة أيضا متشوقين لرواتبهم لهم لسنين متوقفة وعدم وتتحمل هذه الأعباء السلطة المحلية الآن أصبحت تدعم هذا الجانب رغم أنها لن تغطي مستحقات العمال كون أن المعدات الذي تواجد فيه كان مشروع النظافة يحتوي على مئة أو تسع قطع معدات 45 ضاغطة 50 قلاب 14 ولات بلدوزر في المقلب يعني دبابات صغيرة أكثر من 12 دباب كان للحواري للمناطق الأضعيق قال الآن 14 أو 15 قطعة لا تغطي الغرض بين إصلاح وبين تعطيل وبين الوضع وتعز أنتم أعرف بأن تعز وحجم تعز وأبناء تعز تعز الذي قدمت الكثير ولا زالت تقدم الكثير إلا أنها للأسف الشديد أوملت من قبل من قبل الجميع رغم دعم الأخ المحافظ لكن يظل الدعم قاصر ما لم تكن يتكرم وزير المالية وهو أكثر الناس بمفهومية عمال النظافة الذي ينبغي أن يكون لهم الفضل الأول في أعمالهم في ما يقوم فيه لكن بالنسبة للنظافة هي لا تهم مشروع النظافة أو صندوق النظافة في عز بل تهم الجميع النظافة هي تهم الجميع إذا لم يتجد تعاون من المواطن الآن تنظر إلى المواطن يخرج القمامة من البيت ورماها في شارع جمال يخرج القمامة من بيته ورماها في شارع 26 جعل الشوارع وجعل كلها مقالب للقمامة مع العلم أنه في أماكن مخصصة لهذه القمامة رغم شاحة المعدات إلا أن توجهات الأخ المحافظ والأخ الوكيل المسؤول الشيخ عارف جامل حريصين كل الحرص على أن تنظف هذه المناطق حتى المناطق البعيدة التي تعتبر في خط التماس سيد صادق اسمح لي نتحدث عن المواطن ونقول له دور كبير أيضا في اللي بيحصل الآن في داخل المحافظة تكدس نفايات وغيرها نستمع نحن وأنت والمشاهدين نتابع هذا الاستطلاع ونرى كيف رأي المواطن في مدينة تعز حول هذا الموضوع تمتلئ شوارع مدينة تعز من حين إلى آخر بأكوام من النفايات التي تنذر بكارثة بيئية وصحية وتعتبر هذه النفايات مصدر للأمراض والأوبياء وتنقل صورة غير حضارية عن مجتمعنا من المسؤول عن تكدس القمامة هل للمواطن يدن في ذلك أم كل المسؤولية تقع على السلطة المحلية وصندوق النظافة لمعرفة الإجابة تابعونا في هذا الاستطلاع أشريك بانتشار القمامة بالشارع انتشار القمامة بالشارع تؤدي لكثرة المكروبات حيث أننا نرى أن شوارع تعز بدل ما هي نظيفة أصبحت مكدسة بالقمامة ونقول لمدير النظافة القديد بأن ينظف تعز وإلا من ينظف تعز فلن ينظفه كما نظفنا الأولين والله انتشار القمامة يعني إنسان شيء مخزي يعني بمدينة تعز والله هذا بسبب عكز الحكومة على دفع روااتب موظفين عمل النظافة مظهر غير حضاري يدل على غياب المسؤولية وغياب الرقابة وغياب المتابعة وعلى أنه أنا متأكد مسؤولين بلا مسؤولية بلا ذمة لأن القمامة يتكدث لأنه ما في صرب روااتب للعمال ولا في مستحقات لا في تعاون المجالس المحلي ولا من غيره تحمل المسؤولية من المواطن أم السلطة المحلية أم صندوق النظافة؟ هي تأتي برتب يعني هذه المسؤولية الكبيرة تبدأ من السلطة المحلية إذا كان هناك من السلطة المحلية توعية للمواطنين سيتم المواطن المواطن ليس عليه ذنب فهو يذهب بها إلى المكان المخصص لها الكل مسؤول تبدأ من التوعياء من الإعلام من الصندوق النظافة التحسين وبالتحديد السلطة المحلية وبالتحديد صندوق النظافة التحسين الذي يعخذ ضرائب ويأخذ أمال بحقات رفع القمامة لهذا السبب صندوق النظافة التحسين هو المسؤول أول والله مشتركين مع بعض المواطن والسلطة المحلية والسلطة النظافة والله نحمل أولا فيرس هرم السلطة نحمل المحافظة المسؤولية الكاملة ثم مدير مكتب النظافة والتحسين نحمل هذه المسؤولية وأيضا لانقطاع رواتب العاملين على النظافة هم أيضا سباب يعاق لهم عدم رفع الغمامة أحمل المسؤولية أولا في كل شيء محافظة ومحافظة ومدير عام صدوق النظافة التحسين في المحافظة ووكلاء المحافظة بشكل عام إما أن يتقوا الله ويعملوا بمسؤولتهم أما أن يرحلوا يحملوا أصحاب المطاعم والبوفيات الذين يوموا من 8000 إلى 70000 إلى 200000 ويعملوا بشوارع طالح اللي فلماذا لا ندري أين المحافظة المحافظة أين مدير صدوق النظافة التحسين أين الوكلاء عدم دفع رواتب الموظفين عدم اهتمام السلطة المحلية بمتابعة رواتب العمال النظافة إيش الحل أو الحلول اللي ممكننا السلطة المحلية تتبعه علشان نحنا نقضي على ظاهرة انتشار النفايات بشكل كبير أكثر شي قادر عليها السلطة المحلية هو توفير رواتب عمال النظافة وكذلك القلابات التي يقوم بنقل القمامة من داخل المدينة إلى خارج المدينة وكذا يكون احتلت مشكلة القمامة داخل المدينة إذا كان هناك لفتة قادة من المحافظة والسلطة المحلية في محافظة تعز والله الحل عندنا الآن رحيل الفاسدين هذا هو سيخفف من المعاناة الذي يعانوا يا ابناء تعز وأيضا لابد من تكاتف المواطنين مع بعض يعني يسهلوا للعاملين رفع القمامة الحال الحال بأن يعطوارواتب لعمال النظافة الذي محروم من رواتب للعامل على الحكومة أن تلتزم بدافع رواتب موظفين عمال النظافة نعم غيره. نعم. إذن سيد صادق استمعنا أنا وأنت والمشاهدين إلى هذه الأراء. الأراء تفاوتت ولكن كان أغلبها مصر أن السلطة المحلية هي المتولية المسؤولية الأكبر ولكن عموما والكثير حتى تحدثوا عن المرتبات التي حضرتك تكلمت عنها. طيب حابين نعرف منك أنت الآن ما هي الإجراءات أو الأشياء الفعلية اللي حتكموا بها لتوفير سواء كان مرتبات العاملين في قطاع النظافة أو حتى للبدء في انتشال النفايات والقمامة من الشوارع ما هي الإجراءات الفعلية اللي حتكموا بها الآن؟ أنا وشاطر كثير من الطروحات شاطرهم الرأي الذي طرحوه لكن لا نحمل السلطة المحلية كل المسؤولية المسؤولية هي تقع على حاتق الجميع الأخ المحافظ والأخ الوكيل المختص الشيخ عارف جامل طبعا تواصلهم معنا مدار الساعة بما هي الاحتياجات بالحد الممكن المشكلة أنا معي 2400 موظف في صندوق النظافة والتحسين رواتبهم متوقفة والسلطة المحلية واجهة الكثير من مبالغ من دفع مستحقات يومية للعاملين على مستوى الميدان أيضا عجز المحافظة بالمعدات محافظة تعز أنتم أعرف بأن تعز ليست تعز بحجمها وأبناءها وثقافتهم المشكلة تقع على حاتق الجميع صندوق النظافة والتحسين يبدل المستحيل في هذا الجانب وأنا أرجو من الجميع أنا لي تقريبا حوالي ثمانة أيام منذ أن توليت صندوق النظافة والتحسين وأرجو من المواطنين الذي عندهم يتفضلوا إلى يقابلوا أنزل معهم الآن يعني إن لم نقل ثمانين في المئة استطعنا في خلال الفترة الوجيزة هذه من رفع المخلفات النفايات من كثير المشكلة النفايات اللي موجودة على الأرض أكثر من النفايات اللي هي في مواقع المرمى الذي بيتكلموا أنهم بيرموها بالأماكن المحددة كلام غير صحيح نحن نحن نوضح المشكلة فقط نوضح المشكلة أنا معك لكن أنا أقول لهم تفضلوا الآن بيرسلوا أطفال صغار ويرمي لك بمكان غير مكانها أنا أتمنى أنهم يلتزموا بالمواقع اللي كانت محددة أصلا سابقا لكن الآن منعونا بكثر لما طلبنا أن ندخل هذه من شارع جمال لأن شارع جمال ليس حاظنة للقمامة ولم يكن فيه من الأيام حاظنة للمخلفات فأرجو رجاء أن يتعاونوا معنا العقال أنا جديد في هذا المكان وبإذن الله سنحقق بهذه الإمكانيات الضهيرة رغم الدعم الذي نلاقيه دعم يعني محدود من السلطة المحلية لأن فاقد الشيء لا يعطيه السلطة المحلية ما فيش هناك بنود تستطيع تواجه فيه بلايش لأنه عمال النظافة يناشد الأخ وزير المالية ونرجو ونكرر رجاءنا فيه أن ينظر لعمال النظافة وأن ينظر بأن هذه الفئة هي التي تستاهل الدعم وتستاهل الوقوف إلى جانبه ونحن مستعدين نتقبل الناقب ونرجو من من يعني يريد أن يتفضل إلى زيارة مكتب السندوق النظافة العسين وننظر ميدانيا ما هي الإمكانية نريهم ما هي الإمكانية الموجودة وتعز الآن أصبحت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه الكثافة السكانية داخل المدينة نعم ولكن أبناء تعز وتقافة أبناء تعز التي حتمت علينا أن نحمل أيضا المجتمع جزء كبير من هذه المسؤولية تكلمت أنت أن هذه مسؤولية مشتركة وأيضا الكثيرين تحدثوا فالاستطلع أنها مسؤولية مشتركة فعشان نقوم بدورنا إحنا كأعلام وأنت أيضا كمدير عام للصندوق النظافة والتحسين أستاذ صادق وأنا أرجو مجمع من أن تلك أعلام نوضح للمشاهدين أنه كيف تأثر مشكلة عدم الاهتمام بنظافة المدن على المجتمع وعلى الوضع الصحي أيضا في ظل الانتشار الكثير من الحميات الآن استدعينا سيدي استدعينا الآن لأن القوى العاملة 1500 عامل يعني استدعينا الآن 500 عامل تواجه الآن مشاكلهم السلطة المحلية تواجه الآن مستحقاتهم السلطة المحلية لما نقول لا نكونش جاهدين أن السلطة المحلية لم تقم بواجبها سلطة المحلية الآن بتدعم بقدر الإمكانيات المتاحة لها لكن نحن نتكلم عن رواتب 2400 عامل وعاملة وإدارة وموظف صندوق النظافة التحسين أرجو من الإعلام أن ينزل على أرض الواقع في هذه اليومين ولله الحمد كثير من المواطنين يتقدموا بأنه فعلا في نوع من التحسن ونتمنى أن يعينونا على هذا الشيء ونتمنى أن تعز ثقافة وتعز أبناء مشهورين بأنهم هم المثقفين فأرجو أن يتعاونوا معنا في التوعية وأن لا يجوز أن ترمي المخلفات في غير مكانها الآن لو أقول لك كان عندنا يا سيدي 120 مساحة الآن معي 450 مساحة وضعوها في كل مكان ما عاد يشتشير مياه بموقعه يشتشير مياه قريب المنزل حقه أو قريب وأكثر هم ما شاء الله بارك الله فيهم يركنوا على الأطفال الطفل ما عاد يوصله للمكان الذي يوصله لأي مكان قريب ورمابه طيب أنا أشتريه أطرح في كل بيت عامل على كل بيت أطرح مراقب على كل شارع فأرجو رجاء الآن أتمنى أن ينزلوا الآن ويشوفوا التحسن أريد أن فريق إعلامي ينزل يشوفوا التحسن في أعمال نظافة متابعة الأخ الوكيل يوميا ومتابعته يحثنا كثير على أن والمشكلة ليست مسألة هي حقوق نعم إذا توفرت الحقوق لهذا العامل نستطيع أن نقول له غصب عليك لابد ما تدي واجبك رغم أنه بيدي واجبه لكن الآن أنا أشتغل بثلث القوة الذي كانت تشتغله كان معي سبعين عامل شارع جمال والآن بشارع جمال يعني حوالي تسعة عمال أوزع العمال أربعمائة عامل كنس ومائتين عامل ترحيل يعني المساحات كثرت المعدات شعة سيد صادق استكمالا لمحور التوعية لي نتكلم عليه أنه لازم نثقف المجتمع ونوعي يعني الكثير من الأهالي بيجد أنه إحراق النفايات بيكون هذه وسيلة لحل هذه المشكلة لكن في الوقت نفسي بتنتج عنها يحرقوها المواطنين وكلويث الهواء بإمبعاث النفايات فكيف يمكن يعني هل هناك حلول ممكن من النفايات هذه بإعادة تدويرها مثلا؟ بعيد بعادة تدويرها زي ما كان سابقا كان عندنا متعهد كان يستلم المقلب ويدفع مبلغ أربعمائة ألف ريال إيجار ويستفيد من النفايات وكنا طرحنا هذا المشروع على أن من يتقدم باستفادة من المقلب المقلب موجود لكن وإحنا كنا عملنا خطاب أن أرشدنا أصحاب المنازل أن يضعوا مثلا البلاستيك المعدن ونحن مستعدين نكلف مستثمر أو إنساننا يجي يمر على البيوت وفي نفس الوقت نطالب من الجميع التعاون معنا التعاون لأجل مصلحة تعز لأجل أبناء تعز أصحاب فيه شخص أتكلم قال بنستلم من البوافي والمطاعم مهات الآلاف كلام غير صحيح ثمانين ألف كلام غير صحيح لو تشوف الآن أكثرهم ما يسددوش الرسوم المطلوب عليهم أكثر اللي في الشوارع كلها من المطاعم والبوافي وهذه الرمامة الذي بتولموا من المطاعم والبوافي لو التزموا بدفع الرسوم مستعدين استأجر إحنا معدة لأجل تلف على هذه المطاعم رغم شاحة الإمكانيات برضو عملنا معدة للمستشفيات تكون المبالغ ضئيلة وعدو يشارع يقول لك هذا يحق إيش يكون عشر ألف بالشهر أو عشرين ألف ويقول لك حق إيش مبلغ يستكبر هذا المبلغ مش عارف إن الآن الدبة تيزل بثلاث عشر ألف الدبة تيزل بثلاث عشر ألف المكرسة اللي كنت أشتريها يا سيدي بثلاثمائة ريال بربعة عشر الآن بثلاثة ألف ويلا فين تلاقيها البرش الذي كنا نشتريه بخمسمائة ريال الآن بألف وخمسمائة ريال يعني ثاقمت الأمور على صندوق النظمة التحسين وقلت كنت أستلم من مصنع البر ثمانتعشر مليون من الكهرباء تسعطعشر مليون من المصانع من الشركات الآن أنا إيش عندي عندي النقطة الذي بيتمر في عيدة العبد أحيانا يعني تتوقف بالأيام وقالوا فين إرادات النظافة أين الإرادات الناس مش منتزمين ويقول لك روح اشتكي يا أخي هذه الآن إحنا عملنا ضوابط وسنمضي فيها مهما كلفنا الثمن إن لن نتهاون مع كل من يريد تخريب المحافظة في هذه النفايات أو رميها في كل مكان لأجل تشويه المنظر الجمالي وأنا أوعد من هذا المكان وأرجو التعاون من الجميع وسنضرب بيت من حديد كل من يخالف مخالفا لتوجيهات قانون النظافة نعم إذن سيد صادق الطويل أنتو كسلطة محلية ستقومون بكل الإجراءات مثلما تكلمت أنت وستضربونا إذن بيت من حديد عند الجميع الذي يخالف مثلا أو حتى لا يدفع الضرايب والرسوم اللي أنت تكلمت عنه ربما ما بتكفيش حتى لشراء بعض الأدوات وأيضا تلتزم السلطة المحلية والسندوق النظافة والتحسين بتوفير مرتبات العملين في هذا القطاع بقدر المستطاع وزارة المالية تقوم بدورها والمحافظة تقوم بدورها والكثيرين يقومون بدورهم إلى جانب المواطن في محافظة تعز تكلمنا أنهم تعز الثقافة وتعز أيضا التاريخ يجب أن يتحمل المواطن مسؤولية كبيرة جدا على عاتقه في محاولة تنظيم حتى وضع النفايات في مكانها يطيك ألف عافية الأستاذ صادق الطويل مدير عام النظافة والتحسين من مدينة تعز كنت معنا عبر الأخبار الصناعية شكرا جزيلا لك